السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي اليوم رح أوضح لكم بعض المعلومات بحق هذه الزهر يعني ما رح نشتغل بس رح أوضح لكم بعض المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم هذه الوردة تبدأ من ثلاث أطباق أول وحدة زي دي ورقتين وبعدها ثلاث أوراق وبعدها خمس أوراق أخواتي نبدأ دي بغرزتين نبدأ بثلاث غرز وأول شوط يصف عندنا غرزتين وبعدين شوفوا هنا في غرزتين وبعد الغرزتين ثلاث غرز ونزيد من الأطراف حتى يصير عندنا تسع غرز تسع غرز ونبدأ ننقص ننقص الورقتين حتى يبدوا عندنا خمس غرز ونفس الشي الأوراق الثلاثة نبدأ بأربع غرز أول شوط أربع غرز سوي الدائرة بأربع غرز حين نلف أول دور يبقوا عندنا تلات غرز تلاتة زرافة وعلى كل زرافة يعني الطريقة نفس الشغل اللي متابعيني من البداية يعرفوا طريقة الشغل نبدأ أول غرزة وحدة هنا كبيرة شوفوا وثلاث غرز نبدأ حتى تسع غرز وبالأربع غرز خلص نتهي عندنا الورقة ومن هنا ننزل نسبت هنا ونبدأ بالغرزة الثانية والخمسة نبدأ بست غرز ست غرز أول شوط ستة غرز في شوط الثاني يبقوا عندنا خمس غرز خمس غرز على كل غرزة نسوي كمان نبدأ بتلاتة تلاتة غرز على التسعة وبالتلاتة خلص نخلص أخر شوط يكون عندنا ثلاث غرز خمسة أربعة وتلاتة أخواتي شي مهم بس حبيت وضح لكم يا شوفوا هذه الوردة وهذه الوردة نفس المقصات نفس الشغل بس في قصة شوفوا هنا في شي يعني مهم شوفوا هذه بهذا الشكل عشان تكون مفتوحة الزهرة مفتوحة وهذه ملمومة الزبون ما بتحبها كده مفتوحة بديها ملمومة بهذا الشكل إيش بنسوي يعني عشان يكون عندنا هاد المنظر حين بتمدوا هاد الدقيقة بس أنا خلص هاد واجي عايبا شوفوا بنشتغل حين بنمد هاد المدة بنسبت الخيط إذا بتخلوا الخيط وسيع باللغة العربية كيف ما بعرف بتخلوا الخيط كده وسيع وبتخلوا الغرزة وسيعا بتكبر هنا بتكون عريضة هي نفس المقصات على التسعة كمان بس بتعرض كده الغرزة بتصير كبيرة إذا بدكن زي دي خلوا الخيط كبير وخلوا الغرزة هنا أنا أوريكم إياها خلوا الغرزة كبيرة عشان توسع معاكم العرض لأ بدكن زي ده آآ الزهرة تكون مفتوحة بهذا الشكل بتخلوا الخيط ده صغير يعني ملموم بتلمو على بعض شوي حتى تصغر الديق معاكم الشغل وبعدين بنحط هنا الكونتور نحنا نقوله في التركي كونتور في العربي ما بعرف إيش بهذا الطريقة بتسبتوا أولا الخيط هنا بأول شوفوا بالغرزة الكبيرة بتسبتوا الخيط بهذا الشكل بتحطو جو أنا مولعة والخيط على ثلاث طبقات وإذا في عندكن صنارة حقت السمك كمان بتمشي بدل هدول وبتبدو كل غرزة بغرزة بتلبفوها بيكون عندنا النتيجة بهذا الشكل أوريكم كمان شوي أخواتي بأول غرزة الكبيرة بنسبت الخيط أولا أنا مولع الخيط عشان مولع الخيط راح عالني على الآخر نشوفوا ما في خيط عشان مولع على الخيط ما بيطيح وده كمان مولع كمان راح حطو على الآخر وبأول غرزة شوفوا هدا من فوق وهدا في النص وبأول غرزة وراح لف وهادي شدوها على الآخر إذا مولع شدوها على الآخر إذا مش مولعينة لا متشدوها على الآخر بتطلع بتفكش معاكم بهادي الطريق أخواتي بتسووا الثلاث الأوراق أنا من قبل في الويديوهات وريتكن هادي الطريق عشان كده ما بدي ضيع وقت تشوفوا نفس الشي واللي بيشاهدوا هادي الويديو أول مرة أخواتي بتدخلوا للقناة حقي ولقسم الويديوهات بتضغطوا على قسم الويديوهات وبتنزلوا على أول ويديو والثاني والثالث كده بتشوفوا كل المعلومات كل التفاصيل اللي ذكرت كل يعني قدر استطاعته عشان تقدروا تتعلموا الإبرة بسهولة يلا خلص أخواتي أنا ما رح طول معاكم بهذا الطريقة بنكمي ثلاث أوراق وهادي الورقة الساق أخواتي طول الساق أنا دام سواي عشر أشوات كمان نبدأ بستة غرز أخواتي هادي نبدأ بسبعة أول شوط بسبعة ثاني شوط يبقى عندنا ستة ونسوي عشر أشوات بستة ونبدأ عشر أشوات بستة عفوا وآخر شوطين يصيروا عندنا الغرز نزيد آخر شوط نسوي عشر أشوات وبعدين ال�kuقة الستة أشوات يعني في الدور العدعش يصيروا عندنا تسع أشوات ودور الـ 12 كمان لسعro عفوا تسع أشوات بقول 9 غرز شوط التعش تسع غرز شوط التنعش كمان 9 غرز وهنسوي يشوفوا كل فوق اثنين هنا في فراغ واحدة وهنا في فراغ وحدة وهنا في فراغ وحدة. في تلاتة غرز مش مشغولين فاضيين. فوق هاد الاثنين بنبدي بتلاتة حتى يكون عندنا كمان تسعة غرز. وبنبدأ بننقص على الاخر تبدأ عندنا وحدة. بالوحدة كمان بنسوي غرزة طويلة. ان زرافة طويلة. بهذا الشكل بنسوي التلاتة تلاتة اوراق. ايوة اخواتي شوفوا حين نكمي هادة انتبهوا الاوراق يكونوا عندنا شوفوا زي ده يعني مش اه مش هذا الشكل ليمين او مفتوحين كتير. لازم يكونوا عندنا ما بعرف كيف اقولكم في اللغة العربية والله. عشان يطلع عندنا هذا الشكل لازم يكونوا كده يعني مش مش كده. فهمتوني اشخاص دي انا. ووريكن هادي زي ما قلتلكين هادي عندنا تلاتة اوراق نطبق هادي بهذا الشكل عشان نقدر ندخل. اتقرب هنا ومن وين مندخلها شوفوا وين عندنا التسعة الزيادة اخر التسعة زيادة من هناك. من دخلها هادة اول انتبهوا يكونوا شوفوا مندخلها بهذا الطريقة على الاخر. وهدول. شوفوا هادي كمان اخر غرزة اللي بنزيد فيها. اخر غرزة بنزيد فيها. ولفة واحدة. ما في ضاعي. نلفة هنا بالعكس عشان تقرب كتير. لازم تكون شوي مرتاحة بهذا الشكل. عشان ما تضبق كتير معانا التلم. انا راح اكمي اوضح لكم اه شي تاني. ايوة يا اخواتي وصلنا كمان هنا على اخر غرزة. التسعة اللي بنزيد فيها. وهادي هنا كمان اه غرزة اللي بنزيد فيها التسعة. شوفوا عندنا هاد الشكل. نطبقها بهاد الشكل كمان. ووين التسعة غرز هنا. ندخلها هاد الشكل وهنا افتحوها شوي عشان تشوفوا الغرزة من تحت. ولفو. هنا شوي صعب عشان بيتشوت اللي تحت بيتغطى شوي بيصعب علينا. بهاد الطريقة اخواتي بنكمي اه الوردة. وازا في شي مفهمته في شي مش واضح. اه تقدروا عادي توصلوا علي من الواتس اخواتي. اه في في حسابي الاستجرام. وهو حتى هنا كمان باليوتيوب حتي رقم جوالي تقدروا اه المفتاح رقم السعودي. يمكن تسعة ستة ستة رقم مفتاح السعودي تدخل على الواتس. اه عندنا هاد الشكل اخواتي. وهادي الخمسة وشي مهمة اه شي مهمة اخواتي. شوفوا حين تسووا هادي انا هادي يمكن بالغلط مسوايتاي ولازم لاقيلها حل تاني شوفوا. هادي لازم تكون اطول من هادي ويعني اقصر شي تكون هادي وبعدين دي وبعدين دي عشان اندخل جوض بعض ما تكون اه يعني فرضوا هادي اطول من هادي هادي انا شوي راح تعزبني شوي. ده حين راح اوضح لكم كيف انلف هادي. هادي عندنا ورغتين. نطبق بهذا الشكل من اول غرزة. او شوفوا خلصاني عندنا بهادي مش مشكلة اية وحدة منهم اية وحدة بترتاحوا ما ما في اي مشكلة. باول غرزة بس نسبت الخيط مرة واحدة. يعني القاصدة نسبت الخيط نطبق الورقة على بعضها. وندخل شوفوا من هنا من اول شوط من اول وحدة. ونطبقه بهذا الشكل. يكون عنده هذا المنزر. هنا نحن دخلناها بس. راح نسبتها عشان ما تطيح. يعني نعمل عقدة. شوفوا ندخل من النص. من اي محل كمان مش مهم. من اي محل بس لازم نوصل على طرف الثاني. ونرجع من هنا محلة اللي دخلنا. هادي الشكل. مقصد انه تزبط محلة. ما تفتح. من اي محل اخواتي مش ضروري. من اي محل بتحبو. دخلو. وننزل على تحت. على الاسفل. هنا لازم نسبت. ايوة سبتنا ده. ندخل جوة الاثنين. هنا في فضاء. الخرطوم. جوة الخرطوم. ومن مين بنوصل لمتابعين. من اول يكون اول محل اللي نشبك. اول شوت. يكون في شوي اه فراغ واسع. شوف ندخل منه. شدوها مزبوط. وامسكوها بهذا الشكل. لازم ندخلها مرتين. عشان نمطح في الغسيل. او اه. يعني حين تسوي شغل القوية يكون تستعملو سنين. مش يوم ويومين. سبتناها كويس. صار عندنا هاد الشكل. ولحين ندخل. هنا كمان بالخرطوم. بس انتبهوا زي ما بلقنا اخواتي. ده الخرطوم لا يكون اطول من ده خرطوم. شوفوا كمان بالفراغ محل فيه غرزة كبيرة. في غرزة كبيرة بدخل. شوفوا صارت اطول شوي. هاد الشكل كمان نمسك الزهرة. وندخل محلين ثلاث محلات. نسبت مزبوط. وننزل على الاسفل. بهذا الشكل اخواتي. وخلاص. الا التوليع ما تنسوا عشان خيط حرير بيفكش. ايوه خواتي سار عندنا هاد الشكل من ورد الجوري. ده حين رح نخط نحط خيط الاخضر. ايوه خيط الاخضر. بندخله من اي محل بس من الاسفل. وبنسبته مزبوط. من اي محل من تحت. وبنسبته مزبوط. وبندخل جوة ساق الاخضر. مش على الاسفل. لانه قصير عندنا هادا. مش على الاسفل. على النص. انتو بتشوفوا كام عندكن هادا الخارطوم طوله. او اذا نزلتو على الاسفل بترجعوا لفوق. ما في اي مشكلة. عادي. حتى انا الحين رح ارجع شوي لفوق. شوفوا خواتي دخلنا بنشد على الاخر. وبنمسك كمان بهادا الطريقة. وبنرجع. بدخل من هنا على جوة. على فوق يعني. من وين ثلاث من فوق. لازم سبت. كمان ثلاث اربعة وراز. يكون شغلي مزبوط. بعدين ما يفقش بالخسيل. ايوا بهادا الطريقة ابدا ما رح تفقش معانا طاول. نزلنا على تحت. وعلى تحت على الاسفل. كمان من اي محل بس ضروري من الاسفل. ده حين اثبت. وهاد الخيط انا رح خليه طويل عشان حين جي ركب على القماش. انو انا بشتغل طرح زي ما بتعرفو. حين بركب على القماش ما اوصل مرة تاني خيط. زي ما قلتلكن اخواتي انا ما وريتكن بكل وضوع. حبيت اوريكن بس الشي المهم بهاد الوردة. المنظر ما يكون شوفه مختلف. بس التفرعات المهمة. واذا في شي ما فهمته زي ما بقلتلكن في شي ما فهمته. عادي توصلوا علي من الواتس. وباذن الله قدر استطاعتي. ابرد على كل سؤال على كل طلب. ما في اي مشكلة عندكن. كونوا مرتاحين. نحنا اخوات. نحنا اخوات. نحنا من روح واحدة. ودمتم بخير ان شاء الله يعطيكم الف عافية. ونلتقي ان شاء الله بويديو تاني على خير. وشكرا على المتابعة. بامان الله.